السلام عليكم ورحمة الله وفي أمثلة لها وأيضاً في أنواع منها لما يكون strong strong ولما يكون أيضاً strong strong كيف strong strong كما عرفتم strong acid strong base وأيضاً strong base وسترونج acid وكنا عرفين خصائص مختلفة أيضاً لما يكون strong acid with weak base أو العكس يكون weak base with strong acid وكم في خصائص لكل واحدة منها وانتهينا من أنواع المعايات إلى applications عرفنا كيف تطبق معايلة الأحماض والقواعد في المجال الغير عبوي في الانورغانيك وفي المجال عبوي وبعد ذلك في الحسابات كيف نجد الحسابات كم في حسابات نوعين من الحسابات حسابات قائمة على أساس هذا القانون هذا القانون N-A-V-A سوي N-B-V على تمر أنه إحدى المواد المتفاعلة هي A والأخرى هي B وقانون آخر كان هو N-B-V سوي الوزن على الوزن المكافئي وكان في إكسرسايز آخر إكسرسايز هذا الإكسرسايز لطلابنا في الصيدلة أنتم معانيين به هذا التبرين إكسرسايز إشقل في هذا الإكسرسايز قال فوق طرط منكم تحلوا أتمنى تكونوا حلته ونشوف كيف حلته هل اتفاقنا نحلل المعبض إذن في عينة وزنها 1 جرام هذه العينة فيها حاجة كثيرة لكنها تحتوي من ضمن ما تحتوي على كربونات السوديوم فقال لي أنها حتاجت لحظوا هذه المعايرة معاية مادة صلبها يعني مقدرة عائلة لما يكون عندي سائه لأنه هذا NVV يعني في محلول يعني ما أقدرش عائل لما حالي لا أقدر عائل مادة صلبة لو عندي مادة صلبها قال لي في عينة في مادة صلبة تحتوي على حاجات من ضمن هذه الحاجات كربونات السوديوم لما أخذت هذه المادة عائلها حطيتك كده في البيكر أو في الفلاسك وعملت لك كم أيام لما مش مهم كم مش مهم حجم كم وبدأ تلزيل أعلى مهم بدأت تلزيلها من المحور الكياسي HCL ليش HCL لأن المادة هذه أصلا جولها هي كربونات صوديوم وكربونات صوديوم هي قاعدة فبدأت تلزيلها HCL من الساحة فكانت تلزيلها وكانت تلزيلها 0.2 مولار وجدت أن أحتاجت لـ 15 ملي قال قال تحتاج لي 15 ملي 0.2 مولار أصلا جولها فقال تقدر تحسبها نسبة الماءوية أقول له أيها من فهش الماءوية العينة هو وزنه 1 جرام والمادة المجهولة هحسب وزنها من هذا القانون اللي مر علينا هذا الوزن هذا الوزن هيكون NVV الستاندارد مضروف في الوزن المكافئ للانالايت أحصو على الوزن هذا الوزن نحصو عليه هو وزن هذه المادة وزن العينة معلوم بعد نحصو وزن هذه المادة على وزن العينة وضروفهم يحصو على نسبة الماءوية تعالوا نشوف كيف ممكن نحلها تعالوا نشوف كيف ممكن نحلها مثلا 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 نحلها بالطريقة الأتية لاحظوا القانون قال NVV للستاندارد يساوي الوزن على الوزن المكافئ للانالايت إذن من هذا القانون فإن الوزن حق الانالايت يساوي 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 الN بالV للستاندارد مغروف في الوزن المكافئ الانالايت الN معلومة 0.2 الV معلومة 15 ملي الوزن المكافئ طبعا تدربنا كيف تحسب الوزن المكافئ في المحالين المادة هي كربون ونصوديوم المادة فيها ثنتين صوديوم وكل واحدة صوديوم ب23 2 في 23 زايد واحدة كربون ب12 إذن 2 في 23 طبعا 106 نقسم على اثنين لأن هذا ملح وهذا الملح أقول F9 واثنين جمالا أنا عارف 16 وخمسين وقد حسبنا مجنش أن نبدأ من الصفر قد حسبناها في المحالين كيف نحسب الوزن المكافئ لمادة 56 لما ضربت هذا في هذا طلع هذا الرقم بس هذا الرقم بالميلي جرام والعينة جاب لنا وزنه بالجرام أخذه رحول 168 ملي جرام طبعا أقسم على ألف أصبح الكمية هذه 168 ملي جرام هي 0.168 أو 168 من ألف جرام أصبحت الأنالايت اللوكام صوديوم معلوم عندي وزنه إذن كم من نسبة الماء ويال هذه المادة وزن هذه المادة على وزن العين في مياه وزن هذه المادة 0.168 وزن العينة بسيط كان واحد هذه سهلة كثيرة مضروف في مياه طلع 168 من 10 في إذن النسبة الماءوية لكربونات السوديوم في تلك العينة اللي قال تحتوي على مواد عديدة لكنها احتاج إلى 15 ملي من محلول حسين اللي تركز 0.2 أو إذن طلع النسبة الماءوية هي 16 و 18 هي النسبة الماءوية لهذه المادة نرقع لموضوعنا إذن هذا كان هو حل المسألة حق المحاضرة الماضية نبدأ الآن محاضرة اليوم محاضرة اليوم هي ثاني نوع من أنواع المعايرات وهو ركزوا معي مرة أخرى سنركز على أشياء معينة في هذه المعايرة مش هل نقول مهي المعايرة نحن عارفين أصلاً ما هي المعايرة ونحن عارفين أصلاً ما هي شروط الكونتيشن أو معايرات تكوين المعقدات. تعالوا نركز على بماذا تختلف عن المعايرة الماضية اللي كانت acid-based titration. كل ما قلنا سابقا موجود هنا. لكن تعالوا نركز على ما تتميز به هذا المعايرات. ال-compensation titration طبعا الأكيد. كلكم تقول الآن. كلكم تقول الآن. متى مر علينا هذه؟ متى كنا نقول compensation titration مر علينا ما قلنا أنواع المعايرات. ممكن نصنفها على نوع أساس نوع التفاعل. آه. إذن أول حاجة ستختلف في هذه المعايرة هو نوع التفاعل. التفاعل في هذه المعايرة ما هوش acid-based titration. ما هوش تفاعل بين حمض وقاعدة أو بين قاعدة وحمد. أو مادة حمضية مادة قاعدية. لا. لا. إش بيكون؟ تعالوا ما هوش بيكون؟ طبعا مثل كل المعايرات. هيكون تفاعل بين analyte و titrant. الـ analyte هنا ما هوش acid أو base مثل ما كان معنا في المعايرة الماضية. لا. الـ analyte هو metal أو metal iron هو iron في لز والـ titrant هو complex agent هو عامل تكوير معقدات بغض النظر إش النواتج. إذن هذا هو أول حاجة تختلف فيها هذه المعايرة وهو تعرفها. هذا اللي تختلفه عن غيرها هو تعرفها. آه. الـ analyte هو metallic iron. والـ titrant هو complex agent آه. هيتكون عندي metal ligand complex. وهنا دائما بالمعايرة الناتج نربيه بالركز عليه. إذن أول حاجة تم تماس به هذه أو 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 يميز هذا النوع معايرات هو أن التفاعل يتم بين metal ion و complex agent إذن لو واحد قال لي تقدر تعرف complex agent titration أقوله طبعا يقول لي هي أيش؟ أقول لي is a titration هي معايرة أيوة in which the analyte is metal ion and the titrant is complex agent فاس إذن عرفتها أنت كالك هي عبارة عن معايرة بين المادة المراد تقديرها هو أيوم في الزي والمادة القياسية أو المعاير هو عامل تكوين معقدات هذا تعرفها تقدر تجيب مثال عليها طبعا مثال على الميتر آيون آيون الكاليسيوم هذا هذا مثال على على فلز آيون فلزي الماغنيسيوم آيون الماغنيسيوم الكادميوم الزين بوداسيوم حاجة تجيب هذه أمثلة عليها وإش ال complex agent هو حاجة واحدة سنأخذها في الكاليسيوم هي المعايرة الكوميليسيوجينت هي مادة نرموز لها بالرمز EDTA وهذه صيغتها صيغتها مش هنهتم كثير بالصيغة البنائية مش ولو أنه سهل الصيغة البنائية لكننا نركز ينرموز لها بالرمز ADTA ونسميها ADTA على فكرة ربعا نسميها ADTA لا ما اسمعش ADTA اسمها EDTA ليش كده لأنه هالي الحروف هي الحروف الأولى من كلمات هذا المركب لاحظوا إيه جاء من إثيلين درست في الكيميرا وهي إنه إذا في عندي مركب عضوّل فيه ثنتين كربون إذا واحدة كربون إيث إذا ثنتين كربون إيث هذا ثنتين كربون إذن هذا هو الإثيلين هذا الإثيلين جاء منه إيه وبعدين في ضاي أمين كلمة ضاي تعد إثنين أمين هذا الأمين وهذا أمين إثنين أمين إذن إيثيلين ضاي أمين تيترا كلمة تيترا أربعة هذا حمض الخل واحد وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع إذن هي إيثيلين ثنائي الأمين رباعي حمض الخليك إذن إيثيلين ضاي أمين تيترا كلمة تيترا وهو الاسم الكاملة هذه المادة هي الكومبلكس إيجينتي التي تتفاعل مع الأنالايت اللي هو الميتال آيون مثلا 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 لتكوين الكومبلكس المعقد خلاص خلاص سيبك من كل هذه التفاصيل هذه التفاصيل لأنه ليس مع بعضها نعم أول حاجة يذكر أن تكون قادر تعرفها هنا قد يطلب منك يقول لك ديفوين والإكسامل تقول له هذا الكلام تقول له هذا الكلام تقول لهيش تقول لهي عبارة عن معايرة يكون فيها الأنالايت آيون فيلزي ويكون فيها التايتراند عامل تكوين معقدات من أمثلة هذا هذه وفي أمثلة عليها كثيرة لستو في الكيمياء الفلزات الفلزات كثيرة حوالي 68 فلز لكن هذه من أمثلتها ومثل واحد فقط لأنه هذا عامل تكوين معقدة واحد فقط هو الـ ADTA موخ الـ ADTA هو الإثيلين ديامين تترى أسيتكاسين هذا في مثال أخذ مثال لما نقول معايرة بين عامل تكوين معقدات مثل الـ ADTA وأيون فيلز مثلها 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 خلاص هذا المثال تكوين معقدة خلاص خلاص أده لنا طيب بالمناسبة هذا التعريف هو أول حاجة تختلف به هذه المعايرة عن معايرة الأحماض والقواعد في الأحماض والقواعد كان لنا تعريف كما رأيته مختلف أه إذا هذا التعريف يختلف عن التعريف هذا أول اختلافة وهذا أساسي هنا هل هناك شيء آخر يختلف في هذه المعايرة عن معايرة الأحماض أيوة الـ INDICATOR أوه هناك في الـ ACID PACE INDICATOR كنا نعرفه كيف كنا نعرفه أعتقد كلكم عارفين أنه كنا نعرفه بأنه غايف إلغم أو غايف إلغم أو غايف إلغم نعرف إلغم كنا نعرفوا أنه حمض غب وضايف tiene لما يتغير مع تغير قيمة الـ PH آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ Player هذا الدليل و كم من أمثلة هذا الدليل الفينوفتالين المثال أورانج لكن هذا الدليل لحظه ما اسمه ما اسمه Acid Base Indicator اسمه جماع Metal Indicator Metal Indicator اسمه Metal Indicator قال طويل To detect the end point of EDTA détruitions قل منك نعرف متى تنتهي معايراتها والإندبوينت لهذه المعايرات لمعايرات الـ EDTA نحن غالبا نستخدم ميتال آيون انديكيتور اسمه نستخدم يوز ميتال آيون انديكيتور الميتال آيون انديكيتور تشينش كالور when indicator is released from metal indicator complex as metal is consumed by titrant قل على فكرة هذا الدليل اسمه دليل الميتال انديكيتور وهذا الدليل لكله لون لما يكون مرتبط مع الميتال ولونه يتغير لما يتحرر من الاناليت هذا الميتال مرتبط لعض الشرطان الالتباط ميتال مع الانديكيتور يكون له لون يكون ملون وعندما وعندما الميتال آيون انتباط بالـ EDTA ونسيس يكون مرتبط ولما يجمع الميتال يرتبط بالـ EDTA ويتحرر الدليل يصبح اللون مختلف تعالوا نشوف ببساطة تقول هذا الكلام والله مشهور تعالوا نشوف بمنتهى البساطة إذا عندي دليل أشهر دليل من هذه الأدلة حق الـ في دليل للمزلوب الرمز والمزلوب الرمز تصبح البنية الطريقة هو دليل اسمه او ربزله بالرمز الرمز اي بي تي جاي من ايرو كروبلك تي لما نحطه على العينة يعمل مع العينة لو العينة نشت نقدر فيها الماغنسيوم فالماغنسيوم فلز اذا لو حطيته على عينة والاناليت والماغنسيوم فانه يرتبط بالماغنسيوم لما يكون هذا الدليل مرتبط بالماغنسيوم اوه يكون له لون احمر اوه اثناء المعايرة لما نزل ال اي دي تي اي تتفاعل مع الماغنسيوم لما ينتهي الماغنسيوم ينزل ال اي دي تي اي يتفاعل مع الماغنسيوم المرتبط مع الدليل فيتكون امي جي انتقل ال اي دي تي اي وارتبط مع ال اي دي تي اي وهنا تحرر الدليل اتحرره كان مقيد وتحرره لما كان مرتبط هنا كان لونه احمر ولما طلعت حرره اصبح اللون بلو انا لما شوف اللون اتغير من الاحمر الى البلو اقول انتهى المعايرة هذه هي الاند بويند شوفوا الميكانيزم الطريقة اللي من خلاله نعرف كيف تنتهي المعايرة يختلف عن الميكانيزم او الطريقة اللي كنا نعرف بها معايات الاحمر والقواعد هنا كان معنا دليل مثل مثال اورانج كان لونه عند بي اتش يختلف ان تلاتة واحد يختلف انت اربعة واربعة الفين وثالين لونه عند ثمانية وقال كالررس عند يبلغ لونه عند عشرة وعلى هذه الكاميكانيزم اختلف تماما الدليل هنا طريقة مختلفة اسم الدليل وطريقة عمله مختلف تماما اسم الدليل متر انديكيطور وكيف يبين لي انتهاء التفاعل يكون مرتبط مع الفلز ولون ولما يتحرر له لون اخر متى يتحرر لا يتحرر الا عند الاند بويند كيف عرفنا لانه هذه المادة تنزل تتفاعل مع الفلز اذا انتهى الفلز من المحلول تروح للفلز المرتبط بالدليل تتفاعل معه تتفاعل معه اهو وتحرر الدليل الدليل له لون ايش هذا كلير يعني هذه المادة عنده متى اللون عنده متى اللون لكن هذه لها لون احمر ولما يتحرر الدليل له لون ازرق التحول عند المعايرة من اللون الاحمر الدليل مع الميتال الى البلو الدليل الحر التحرر هذا يدلني على ان المعايرة قادة انتهت طبعا ماهذا قال لكم ايش الاي بي تي الاي بي تي تعني ايرو كروم بلاك تي وهذا هو عبارة عن ايون عبوي ماهما نشاهدنا طبعا ننتقل لحاجة ثانية وهي معايرات انواع معايرات الاي دي تي اي اي دي تي اي تايتراتيشن في انواع المعايرات في معايرات هي الديريكت تايتراتيشن هذه غاية بالبساطة احط في السحاحة ال اي دي تي اي وحط في الدوراقة اي ما احد هذه الفلزات الفلز المغنيسيوم والكاليسيوم والسترانشيوم والباريوم وداعي وبعدها ستنزل اعمل دليل ايروكروبيلكتين اي واحد من هذو لون احمر وبعدها ستنزل من السحاحة ال اي دي تي اي تتفاعل و لما انتهي تروح تاخذ الفلز من الدليل لون الحامر هذا النوع مباشر معايرة مباشرة مثلا لو كنت قدر الكاليسيوم رزل الـ EDT هذا هذا وعي نرمز جماعة الـ EDT قد نرمز الـ EDT من فين جبتها الرمز؟ من فين جبتها؟ تعالوا نشوف الـ EDTA الـ EDTA فيها أربعة جزيئات من حمض الخلق إذن في عندي بهذا الحمض ممكن أقول 4H ممكن أقول 4H أو H4 الـ 4H هنا وهذا الجزء كله المزل بالرمز Y إذن لما تروح H يسمح عندي في H3Y ولما تروح ثنتين H يسمح عندي H2Y-2 ولما ثلاثة H يسمح HY-3 ولما يروح الآن على الـ H ممكن نرمز له بالرمز Y-4 يعني ممكن نرمز بالـ Y-4 للـ EDTA لو هذه لديك صعبها لا مشكلة مطلقة بدل Y-4 تعمل ADTA خلاص؟ إذن هذا المثال نرمز seconds حول الشيء إذن القادم في المشكلة حول الشيء وخلاص؟ طيب إذن هناك في هذا النوع من الأن أوه النوع من الأن معادة مباشرة مباشرة يعني عندي في السحاحة ADTA أو Y Y منس 4 على ADTA وعندي في الدورة عندي الكاليسيوم مثلا قد يكون بدل الكاليسيوم مغنيسيوم سترانشيوم بل هذا مثلا طبعا نثبت البي اتش البي اتش عشر البي اتش لها دور في جعل المحلول مناسب لنوع معين من المواد هذه النقطة يميز المعاينات المعقدات أو ADTA انه ممكن نضبط البي اتش مش هن نهتم كثير لكن يجب ان تعرف انه بمعاينة تكون معقدات يجب ان يكون بي اتش معينة ليش مثلا هذه المواد هذه المواد اذا غيث البي اتش مثلا انا شتي خدنا الماغنيسيوم والكاليسيوم او 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 الزينك هذه البي اتش نفع عشرة لكن لو اشتي الكاديوم مثلا او الرصاص او هنا هتختلف او الانديوم تختلف البي اتش يعني بتغير البي اتش تغير نوع المادة بسبب التكافؤات مش هم ندخل فيه تباصل النقطة اذا من هذا المبدأ اول نوع من المعاينة ومعاينة المباشرة في السحة ها عندي اعجي تكون معقدات ال اي تي تي اي وفي البي كر او في الفلسك موجود عندي الانالايت اللي قد يكون احد هذه العناصر لو هذا العناصر هو الكالسيوم او هذا ايونو وهذه هو رمز ال اي تي تي اي لما يكون متأيين حصل التفاعل لما انتهي التفاعل وطبيق القانون اقول نفي في لهذه المادة يساوي نفي تحل المسأل هذا مباشر جدا وبعد نتخلي اندريك تيتر ايش مثل ما قلنا شوية اللون هيتغير شينج فروم ريت ريت اه الاروكروبراكينا بيكون مع الفلسك وريت توبلو لما يتحرر رضو كنا اخذنا عليه متأكبش بيا يكون لونو احمر لانه الدليل موجود مع الفلسك وبعدين لما انتهي التفاعل هذا يتحرر هذا اللوت الازرق هذه المعاينة المباشرة النوع الثاني هو الباكتر ايش اخذناها قبل كذا في الاحمر والقواعد نشوف كيف نعمل هنا باكتر ايش اه يلا قال في الباقي ايش نون اكسس او اي دي تي اي اعمل زيادة لكن زيادة معلومة من مادة ال اي دي تي اي اعمل زيادة اعمل زيادة ثلاث اتفاعل مع الفلس والباقي يبقى اجيب فلس ثاني يقسلي كم تبقى من هذا اذا لاحظوا ما في المعايرة الراجعة الباكتر تي 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 تريشين ما نعمل هيش كده رفاها في بعض الفلزات يكون لونها مع الدليل مش واضح او يكون ضعيفة الارتباط فنلجأ لطريقة اسمها Back-to-e-tolution مثلنا كنا في الأحمد والقواعد نعمل Back-to-e-tolution مش كده رفعها كنا نعمل إذا عندي حمض ضعيف مع قائدة ضعيفة أو كنا نعملها إذا الحمض ضعيف جدا جدا أو القائدة ضعيفة جدا جدا تذكر حمض الكابونيك الضعيف جدا جدا نفس الطريقة هنا في مئة ناصر من أمثلة من أمثلة الألمونيوم من أمثلة الحديد هذه لونها مع الدليل مش ثابت مش قوي وبالتالي ممكن ممكن نستخدم طريقة مش مباشرة نستخدم طريقة Back-to-e-tolution المعرجة وهي مكونة من خطوتين نفترض أنه هذا الأموان هو الفلز هو الأنالايت هو اللي شيء قدره أجي عمله مع أكسس زيادة من الستاندرد عملته زيادة زيادة حصل التفاعل حصل التفاعل لأن هذا أكسس يعني فائض تفاعل مع أموان أو وبعدين نستخدم بقى عندي وي الليفت أوفر ما تبقى من الزيادة أجي المرة الثانية أشوف مش عارف كما تبقى من الزيادة مش عارف أشوف كم تحتاج من الامي تو كم تحتاج من الامي تو كم تحتاج ومن معرفة كم تحتاج من الامي تو أقدر أعرف كم تبقى وما دم أنا عرفت كم تبقى أعرفت كم منه اللي تفاعل إذن يصبح الحساب الحساب يسمح في الطريقة الآدية م في في للإي دي تي اي هذا الإي دي تي اي الأكسس يساوي م في في لامي وان لأنه تفاعلت مع كل الامي وان زائدا امي في في لامي تو لأنه اللي تبقى تفاعل مع امي تو طيب أنا ايش اشتيا انا اشتيا هذا أنا عارف تركيزه وعارف حجمه وهذا يا جماعة أنا عارف تركيزه وعارف حجمه وهذا يا جماعة أنا عارف تركيزه مش عارف كم حجمه عارفت حجمه ومن خلال معرفة لهذا الحجم اقدر اعرف كم تفعل او الان لما اشتحسب حق هذا احسبوه بمعادلة بسيطة اقول امي في في للامي وان للمجهول يسوي امي في في ال اي دي تي اي وانقل هذا الجثارية اناها قيصة امي في في الامي مباشرة مباشرة هذا باك تيتريشن طبعا في نوع ثالث انا ساعفيكم منه اعفيكم منه مش هنزيمكم بحساباته وطرقه وهذا النوع الرابع مش هنزيمكم بحساباته لكن يجب ان نعرف ايش يعني هذا النوع ايش يعني هذا النوع اسمه تيتريشن هذا النوع اسمه المعايرات الاحلالية طبعا تيتس بيسمينت حاجة تحلم حاجة ها معايرات احلال هذي معايرة فيها من الذكاء والمهارة اشياء الكثير فالولي انا اخبيركم عنها للا اسألكم فيها للا اسألكم فيها كمسائل كحسابات لكن يجب ان تكون عارف تعني ايش انت هذا النوع فيه مهارة كبيرة جدا للفلزات فورميتالز وزن الانالايت بأتبا انتباه بالنسبة الانالايت لا ايش ام بيثى الانالايم مش لها دليل جيد محل هذا المغنيسيوم اللي كان مرتبط أجي أراقي معه بالخطوة الثانية أقدر هذا المغنيسيوم ومن خلال تقديري له أعرف كم من مثلا هذا الزعبق الميركوري هذا مرش دليل جيد أجيب هذا المعقد وأضيفه له طبعا هيفتك الامي جي عن الواي يتحرر الآن هذا تقدر تحقيسه هذا عايره عايرته عارت كم منه بس هذا بين جاء هذا جاء لما حل محله هذا إذن تركيز هذه المادة مساوية لتركيز المادة لحالة معلومة أعطيكم مثال كيف أعطيكم مثال يعني يعني لو أنتوا في القاعة جالسين على الكراسي الطلاب جالسين على الكراسي كل كرسي فوقه طالب دخلوا بجموعة ناس يجليسوا بس ما فيش كراسي فاضيح كل الكراسي لديها ناس كل كرسي لديها طالب بس هذو الناس اللي دخلوا لقاعة هذو النسل اللي دخلوا لقاعة جوشتوا كل كرسي فوق طالب ما فيش كان ناسيف عضي المسل اللي دخلوا لقاعة صرفوا يعني كانوا أقوي كل واحد مثلا أخذ طالب ورفعوا فوق كرسي حقه وجلس بدله أنا مش عارف كم منهم اللي دخلوا مش عارف كم منهم اللي دخلوا ونقدر روح أعشفهم ونتميزهم مش عارف كم من هم اللي داخلوا روح أعد للناس اللي خرجوا وقل كم خرجوا واحد اثنين ثلاثة اربعة سبعة إذن الناس اللي داخلوا سبعة هذو الناس اللي داخلوا وهذو الناس اللي كانوا جالسين على الكلاسي جالسوا هذو مدرهم هذو طلعوا هذا طلعوا هذو اللي طلعوا أخترق نقدرهم بطريقة بسيطة جدا هذا اسمه هذا اسمه عكسي لكن مره بلتاني يجب أن يكون عارفين يعني مفهومه فس لكن هنا يجب أن يكون عارف تماما الديلك تيترويشن وعارف تماما الباك تيترويشن هذا يعني مش هرزب كومبو كثير وهذا النوع هذا ما هو حاجة كليا مختلفة يعني انتقل للناس يعني أفكر أقول ما أقول لكم شي عليه لكن أقول قد يكون في ناس غاويين يعني لا أريد أن أحرمهم فهذا سأقول لكم عليه ولن ألزمكم به هذا الديلك تيترويشن اللي هو غير مباشر تماما صور النون قدر بو أنا يونس أنا يونس هل يمكن تقدر أنا يونس هل يتفعل أنا يونس مستحيل مستحيل ولذلك لما جي واحد يقول كيف تقدروا أنا يونس لما تقولوا أنا يونس كان بي أنا لز باي كيف باي آه أول شيء باي أجيب مادة بس كثير ترسب هذا الأنيونس ويبقى منها جزء وقيسا ليبقى منها وعرفتنا اللي بقى منها كم منه كمية الأنيونس هذا يعني غير مباشر بشكل كبير عليك مرة ثانية في أنواع من معايرات الأي دي تي أنت بلزم أنت عرف الدايريكت تيتريوشن والباكت تيتريوشن والباكت تيتريوشن مرة ثانية أجيب إكسس أعمال إكسس تفاعل مع الأنلايت وبعد ذلك يبقى نفت أوفر هذا اللي بقى أقيسه بفلازل ثاني والجانس تخدم هذه العلاقة هذه العلاقة بالحسابة الاسبسمند نعرف مفهوم وروا قدرنا والإندايريكت يعني الآن آخر شيء في هذا النمع الكوانتيتيف كوانتيتيف أبليكيشن أقوى يعني التطبيقات الكامية وين نطبقها؟ هذه جماعة ما استخدمش من أجل نشوف الأحمد والقواعد بالإن الإنورجينيكت لا هذه أطبقها فين؟ التطبيقات الكوانتيف تطبيقات الكوانتيف الكاليسيوم في الماء لماذا نحددنا هذا؟ بس هذا نقدر لا ممكن نقدر يا جماعة كل الميتال آيونس في المحار المائية بس هنا تطبيق كبير يعني تعتبر قياسية لمعرفة عصرة الماء وعصرة الماء طبعا تنتج من وجود الكاليسيوم والمغرسيوم والحديد التنائي هذه عصرة الماء لكن إذا في عندي محل المائي واشتقدر البيتال آيون الفريزل آيوني فأفضل طريقة أفضل طريقة هي الـ أو هذه ملاحظة هذه ملاحظة هذه ملاحظة يعني قل يلاحظ أنه لما في مادتين زي بعض يعني يعني يشتقدر الكاليسيوم والمغرسيوم موجود فقد يترسبوا مع بعض فإذا إذا يفصلهم ممكن يرفع البيتال إذا رفعت البيتال هذه المادة تترسب كون هيلوسيد مغرسيوم وهذه المادة تبقى عائرها مثلا هذه الأقطاع هذه الأقطاع هذه الجانب يعني لكن مرة ثانية مرة ثانية أعيد من جديد أقول لكم بل نطلب منكم تركزوا عليه في الكمبيتال نركز على ما تميز هذا المعايير تعرفها واحد نعرفها كيف يتم معرفة نقطة انتهاء التفاعل الثالثة النقطة الثالثة هي النقطة النقطة المعايير في direct titration وهذه مثالة غيرة أنا عارف كيف والback titration أيضا جميع عرفنا التطبيقات لو سؤال هكذا differentiate فرق أو ميز between neutralization titration and complexation titration أو differentiate يعني ميز فرق between A-D-T-A titration and acid-base titration أو يعني الحمذ ثلاثة اختلافات تقولها أول اختلاف هو نوع التفاعل هناك التفاعل بين حمذ وقاعدة التكوين من الحمار هنا لا التفاعل بين أيون فيلزي و A-D-T-A التكوين معقد أو هذا نوع التفاعل إذن نوع التفاعل ونقترب إيش كمان نقطة نقطة انتهاء التفاعل ال-Ind-B-Win هناك كنا نستخدم حمذ ضعيف أو قاعد ضعيف ككلام هنا لا هنا نستخدم متالك indicator وهو عبارة عن معقد أيوني يعمل مع الفلز معقد له لون ولما تنتهي المعايرة يتحرر يعمل لون آخر هذه نقطة ثانية نقطة ثالثة في نقطة ثالثة آه التطبيقات هناك كنا قد عرفت كنا نطبق فين الأسيد نقطة نقطة ثالثة 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 نقطة ثالثة 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 وَرًا أَلْحَ لأَلْأَلْحَ مُنْحَ خمسة ونصف لأن هذه البيت مناسبة لهذا الفلز في الكاليسيوم تذكروا خبر شوية قلنا والباليسيوم كالبيتش عشرة هنا لأ هنا نشتيه وبعدين وبعدين ذا باك تيتريتد باك اهو قال لك يجي واحد يقول اذرني ان هذه المعائرة معائرة باك تيتريتش قال لك قال قال انه هنا عمل وبعد نقال باك باك تيتريتد ويف اهو اذا هنا جمع هذه المادة اللي هي الباك سبعة عشر واحد ستين ميلا من ايش 0.02299 مولر زينك هذه المادة اذا الانالايت هو النيكل والمعائرة هي ايدي تي اي اهو والمادة الثانية هي الزينك مش كنا نقول لها في الباك تيتريتشن عندي مادتين اهو وين المادتين في الباك تيتريتشن هذا الباك عندي امي وان اعمل له اكسسسا وبعدا عندي امي تو هذا امي وان في المثال اللي احنا نبه الان هذا امي وان هو الانالايت والنيكل وهذا الامي تو هو الفلس الستاندرد كان هناك الزينك بعد ان نقلي هناك في الحسابات عندما يحسب في الباك اصبح امي وان نبه الان امي وان كم ان على اكسسسن امي في الي اوه اوه اغطي على الحل ماذا نعمل ماذا نعمل ماذا نعمل المعطيات اللي عندي ADTA حجمي 25 وتركيز 0.5283 المعطيات عندي هذه نربط لانه القانون كله عندي هذا هذا القيمة هذا حجم نيكل وهذه 25 ملي هذي حجم وهذه تركيز وهذا المادة ههو حجمي وتركيزي معلوم اذا ايش بنعمل بنقول مفي الاسم مفي ممكن نعمل مول وهذا ويساوي سبعة عشر. ما هذا؟ هذا هو التركيز. هذا هو حجم الزنك. وهذا هو تركيزه. هذا يساوي ضربون في بعضها. يساوي كم يساوي القيمة. وبعد ذلك التفاعل. في التفاعل هذا تفعل مالا. وهالنيكل. النيكل بيكون هو يساوي هذه القيمة. ولما ترحم من بعض. ما يساوي؟ يكون مساويا هذه القيمة. لكن الحجم كان خمسة وعشرين. هذه القيمة لما يقسمها على خمسة وعشرين. كما التركيز؟ هذا التركيز. إذن هذه المنطيات. أخذ هذه المنطيات. هذه المنطيات. ما هي المنطيات الاندين؟ حجم النيكل. ما هي المنطيات الاندين؟ حجم تركيز الـ EDTA. ما هي المنطيات الاندين؟ حجم تركيز الزنك. تعالوا نشوف. في القانون حق الباك. هذا الباك القانون. هذا القانون. مفيفي للـ EDTA. معلومات الاثنين. نعم. مفيفي للـ M1. لا. معلوما الحجم فقط. الـ M مش معلوم. مفيفي للـ M2. معلوما الاثنين. M والـ V. شاء اللي. ح fasten؟ هذا الحسابات. والـ AM. هي الحسابات على الـ Back T Bright. وبكدة تنتهي معايرة المنطيات تكتريشن. تنتهي معايرة المنطيات تكتريشن. هذا هو معايرة المنطيات تكتريشن. نأخذ معايرة أخرى. لا تأخذ منها دقيقة فقط. لا نتحدث عن المعايرات السابقة عن المعايرات السابقة عن المعايرات السابقة أول شيء تختلف عنه أول شيء تختلف عنه نوع التفاعل لاحظوا هذا التفاعل هو تفاعل تكوين معقدات ما هو هذا التفاعل؟ هذا التفاعل بين مواد هذا التفاعل يعني ذائب وهذا ذائب وهذا السلد هذه معايرة الترسيب إذن إذا مكتوبة هنا بس نشتك من هنا من هنا لو واحد يقول لك ماذا معايرة الترسيب؟ تقول له is a titration in which the reaction between analyte هذا الانالايت مثلا وهذا التيتراند أيها is a reaction is a precipitation reaction هي معايرة حيث أن التفاعل بين الانالايت والتيتراند هو عبارة عن تفاعل بين أو تفاعل تلسيب precipitation reaction هذا تعرف مرة ثانية مرة ثانية مرة ثانية وهذه طريقة أخرى أما تقول أن التفاعل هو تفاعل تلسيب أو تقول أنه يكون راسب واللي يكون راسب يجمعه أصلا تفاعل تلسيب أو هذه مادة وهذه مادة هذه اك يعني اقيص اقيص يعني ذائب لكن هذا اس يعني راسب هذا هو precipitate هذا هو تعرف هذا هو تعرفنا لمعايرة الترسيب وهي بهذا التعريف تختلف عن معايرة الأحمد والقوائد ومعايرة تكوين المعقدات نجيش حاجة ثانية كيف ممكن نجد الاندبويند آه فيه جماعة طرق كثيرة أهم طريقة لمعرفة الاندبويند وأنتم عملتوا هذه المعايرة ألا عرف أنت عملتوا هذه المعايرة عملتوا هذه المعايرة واستخدموا هذا الدليل إذا نعرف نقطة انتهاء التفاعل باستخدام دليل اسمه مور انديكيتور مور اسمه أحد هو صاحب هذا الدليل ومه الدليل هذا حق مور هو البوتاسيوم كروميت كرومات البوتاسيوم إذا هذه النقطة الثانية وهذه النقطة الثانية اللي تختلف في هذه المعايرة عن غيرها تختلف في الاندبويند بنوع الدليل الدليل هنا ما هوش ما هوش حمض ضعيفة وقاعدة عبوية ضعيفة يختلف لونها مع اختلاف مثل ما كنا نقول بالحمر والقاعد لا ما هوش دليل فيلزي يكون مرتبط بالفلز لولول ولما يتحرر لولول الآخر مثل ما كنا بالإدتي لا هذه الحاجة ثانية ما هي هذه الحاجة؟ هذا هو مور انديكياتور وهو عبارة عن كرومات البوتاسيوم تعالوا تعالوا نشوف كيف ينتهي كيف تعمل هذه موهو الميكانيز تعالوا نشوف نفترضنا جمع نشتنقدر الكورورايد نفترض أنه نشتنعمل المادة القياسية المادة القياسية هي الفرض من فن يبع من ناترات الفرض والمادة المجهولة هنشوف المادة المجهولة هنا هي سي إل مثلا كورايد كورايد يحصل تفاعل هكذا ويتكون جمعي جسيل راسب هذا التفاعل ولما يا جماعة ينتهي الكورورايد التفاعل يتم بنسبة واحد إلى واحد واحد مول هذه المعادلة وزونة واحد مول إلى واحد مول خلاص؟ عندما يتعلم عندما ينتهي الكورورايد ينتهي الكورورايد الفضة نزلت تبحث عن كورورايد ما وجدت قد انتهى وجدت هذا الدليل وجدت كرومات البوتاسيوم اتفاعلت اتفاعلت مع الكورورايد وكونت راسب بس هذه المرة هذا الراسب مش مش هذا الراسب هذا الراسب كان ويت بريسيبوتيت راسب أبيا لكن هنا هذا الراسب غد أحمر لما شوف اللون أصبح أحمر تقول المعايرة امتهت التفاعل امتهت اذا مرة ثانية الدليل هو مور انديكولتور وهو عبارة عن مركب كورومات البوتاسيوم اثناء المعايرة تنزل الفيضات تتفاعل مع الانالايت قد يكون كلورايد لكن قد يكون مثلا برومايد قد يكون يوضايد ولما انتهي هذا هذه المادة تنزل تتفاعل مع الكورومات هيكون لون الراسب مختلف هيكون أحمر في دليل آخر اسمه فاجان مش هنحدثكم عنه نحتفى بها كالدليل وفي دليل ثالث اسمه فول هارت لكن اهم دليل اهم دليل هو اللي استخدمتم وأنتم في المختبات الليه ودليل كان دليل المور وكان عبارة عن كورومات البوتاسيوم هل في ما عملناش هناك ish تطبيقاتها ما عملناش وين نطبقها وين نطبقها ماذا كان نش التطبيقات مش هنالة تطبيقات عليك التطبيقات التطبيقات هي الآتي الانالايت دائما هو السيلفر والتيترانت معذرة التيترانت هو السيلفر من فين نجيبه الستاندارد هو السيلفر من فين نجيبه من السيلفر من نترة الفضاء أما الأنالايد هنا مذكر لك الكورايد عمما قد يكون كورايد وقد يكون برومايد وقد يكون يوضايد نكتفي إذن مرة ثانية الأنالايد في البيترانت هو السيلفر والأنالايد هو قد يكون كورايد ممتدود وأما التيترانت فهو السيلفر إذن لو حتقل تطبيقاته مش من أجل يقدر الحمد والقواعد لا مش من أجل يقدر الفلزات الأيوني لا من أجل يقدر الهالوجينة الأيونة الهالوجينية أوكي أوكي وبعض بش مسائل مش هنجيب لك مسألة أو مسائل على البريسي بيتيش من تيترش خلاص بكذا نتهينا من البريسي بيتيش من تيترش وننتهي من هذه المحاضرة ونلتقي في محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر